بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين اللهم علمنا الذي ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا فضلك علما في نهاية فعاليات ورشة هذا اليوم يسرني أن أشكر لحضراتكم جميعا زملاء وضيوف في هذه الورشة مشاركتكم في هذا اللقاء وأسر الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا العمل بالنجاح والتوفيق من بوادر العمل الطيب وما ينبئ بتقدم ملموس إن شاء الله على طريق تحسين الجودة وإتقان العمل هو أن تتواصل هذه الورش ويتواصل هذه اللقاءات التي يتم فيها التعرف بشفافية وبموضوعية على جذور المشاكل وعلى مسبباتها والاستماع إلى الأراء المختلفة من الزملاء بعضهم البعض ومن المهتمين من خارج الإدارات المعنية التعرف على هذه الأفكار التي تحتوي على مقترحات وحلول إضافية بقلوب واعية وآذان صاغية ونفوس حريصة على تقصي الحقيقة وتعرف على نقاط وفرص التحسين آمن أن تكون هذه الورشة انطلاقة لقفزة جديدة جيدة في مستوى الأداء إن شاء الله في قطاع الخدمات بالأمانة وبشكل خاص في قطاع النظافة التي تمس حياة كل فرد ساكن وزائر ومحب لمدينة مدينة جدة أشكر لكم اهتمامكم وأشكر لكم تفاعلكم وأشكر لكم الوقت الذي قضيتموه اليوم للمساعدة في تحسين الخدمة في جدة وصل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يجعل عمالنا وأمالكم خالص على وجه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الأمين أيها الحفل الكريم نستأذنكم الآن في تكريم المشاركين في هذا الحفل أولاً راعي هذا الحفل شركة البيك الأستاذ عادل بكر يتسلم درع تذكاري من معالي الأمين ثانياً المهندس عبد المجيد البطاطي ثالثاً المهندس عبد الله الغامدي الدكتور سمير محمد حسين الأستاذ نضال كلو الأستاذ بسام عدنان السيوفي المهندس محمد سليمان قطان المهندس المهندس عمر محمد باصرة الأستاذ عبد الله صالح البلوي الأستاذ حسن عوض العمري الأستاذ سراج محمد مليباري الأستاذ الأستاذ تركي عامر العامر الأستاذ حسن بترجي الأستاذ أحمد منصور عباس الأستاذ ألاء محمد سعد الأستاذ مازن محمد مكي الأستاذ فهد ابني الحازمي الأستاذ محمد سليمان المصلي